شفنا ضرورة العدالة فيما يتعلق بالعقوبات لكن يبقى كلام كثير في الغربال التلاعب بالحقائق من ومين صدر التصريحات لعبدالله السعيد عبر أحد المواقع الصغيرة الأمريكية اختلف كثير حواليها لكن ما يهم في الموضوع ومعنا المهندس عدلي واحد من خبراء التسويق الرياضي وانتقالات اللاعبين وخبير لوائح بجد مش زي إياهم يعني ايه فكرة حقية اللعب انه يمضي وفين حقوقه وفين حقوق النادي هو أصلاً مداش جداً من الاهتمام اللي خده هذا الموضوع في دلوقتي يعني لأنه انت بتنبش من غير ما تذكر الواقع بحقائقها كما حدست يعني مش عايز أخد ده النموذج اللي أتكلم عليه أنا عايز أتكلم بشكل عام يا أستاذ فرهيد لأنه هو قضايا بطايب ولا قضايا كهرباء ولا قضايا عبدالله كلها قضايا ليه علاقة بحقوق بحقوق مختلفة والحقوق متنظمة جداً لأحياً أي يعني أنت دلوقتي لعيب بتلعب في نادي أي مهما تخد ليش القضية في قضية هو مش من حق اللعيب المحترف إن قار مصيره وده سأل ما تسئلش الواحد في قول إعداده طبعاً من حقه لكن القلية عشان ما تهدرش حق المكان وأيضاً عشان المكان ما يتغولش على حقك فين ظهر يقول إذا الكلام ده أنا سمعت حد بيقارن إن النادي الآلي يعني كمان كابتن عصام الحضر هو أنتوا بتقارنوا إيه بإيه ما حتى في المقارنة كل واقع مختلفة غير التانية صحيح واخد بالك إنما المساء التي عايز تشاور على خطأ في ده بتخطأ النادي الآلي بتاع ده ده موضوع بقى لو عرفنا اللوايح حنعرف الدنيا تمشي طب إيه اللوايح يعني ده الله السعيد كان من حقه يمضي أنا أستاذ الرغيم سيادتك مسؤول في نادي وأنا مضي معاك عقد جيت بعد نهاية عقدي عايزة أمشي نهاية عقدي نهاية عقدي عايزة أمشي مسموح لي مسموح لك طب إيه الألية تستطيع أن تتفاوض أيوة قبل نهاية عقدك بستة أشهر قبل النهاية بستة أشهر تتفاوض بشرط يعني يا تفاوض يفتح بابتي شليل بيسمع من الناس بتجي العروض عايزة يعرف أكمل ولامش أيوة من حق طلق عروض بس بشرط اختار النادي أن أنا بتفاوض مع النادي الفلاني من خلال فلاني الفلاني وأحدد كمان ما تحدد النادي اللي أنت بتفاوض معاه لأن احتمال يا جدد ما جددش وإذا كنت قررت ما جددش لازم أقولون لأنني مش هجدد ليه؟ ليه ده الحتمية دي لليه؟ اللعب النظيفة الحتمية دي لأنك بتتجنب أنا في نادي وإنت قلتلي أنا حر بقى ألعبك أم ألعبكش هلعب الفرع دي أم مش الفرع دي حتى فرع لها مصلحة فرع تاني لها مصلحة ذات صلة أنا حر لأنك وإنت بتتفاوض وقررت أن تنتقل إلى نادي آخر ربما تساول لك نفسك أنك تتعاطف لا اللي أخطر من كده طب ما تموكن لو قبضت أموال ورحت في قط اللبس بتاع الفرقة دي وقلت لهم ده أنا تفاوت وخدت مبلغ قد كده أنت دمرت قط اللبس دي والمبارات المتبقية طب وإحنا طب ما إحنا ممكن نفكر كده فتوبقى باب خال فيه ربما أم أقولش ده بيحصل لكن القانون لما النظام اتحط عشان يمنع التلعب يراعي النزاهة واللعب النظيف وكمان تبقى بتراقب صحيح المبارات ذات الصلة يعني حتى الاتحاد لما يراقي بين اللي بيحصل لا 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 كده لا ما ينفعش تفهم قصدي فلما بتعمل إجراءاتك السليمة إذا في آخر ست شهور من حقك تتفاوض لكن مش من حقك تتلقى أموال ولذلك ولذلك لو ترجع بالذكرة قبل اللي احترق ما يترصخ حتى في قضية الكابتن ريد عبد العال لما جاء لي البيت قلت له لا إذا كنت مصر اكتب ثلاث جوابات ايه النهاردة للنادي والمنطقة الجيزة وللاتحاد بتقوله أنا خلاص أنا مش هجدد ويزبع من حقك أنك أنت تتلقى عروض وكان المسلم خلص وهذا ما حدث فالموضوع ما تعقبش فيه حد إنما هم عملوا حاجة تانية كان لاحة بتقول إن النادي بتاعك يقدم لك عرض مرة واحدة فكان العرض 75 ألف جنيه لكابتن ريد لما انفجر مضوع له لا ممكن يقدم لك عرض جديد فقدم عرض ب625 عشان يبقى نصيب الزمالك 250 ألف أو أو 40% 40% من المبلغ واللعيب 50% واللاتحاد 10 هذا هذا نظام إذا اللعيب عمله عدك العيب ومن حقك إنك أنت وإنت بتتفاطل والله أنا عايز أعود لو النادي ما زال عايزك وعلى فكرة ده اللي حصل في جده لما جده ما أختارش الاتحاد إنه عايز يمشي ومضى في الزمالك لما رجع ولقى أن عقد استمراره في الاتحاد أحسن له مضى ولما الزمالك قدم الشكوى اتحكم لنادي الاتحاد السكنداري فلما اتحاد السكنداري ودي كان مضى الغرابة بتاع النادي الأهلي أنا ما أهمل القضية دي أنت مضيت مع العيب والاتحاد حكم بأحقيتنا دي الأصلي فيه مد عقده وتقفلت القضية خلاص أي وتسجل في قيمة النادي الاتحاد أصبح حر تصرف ندي الاتحاد فأنا اشتريته من قيمة الاتحاد ودفعت له الفلوس إزاي أنت بتحقق في قضية وكان الأمر بين الأهلي والزمالك والأهلي مش بين الأهلي والزمالك أهلي بين الزمالك والاتحاد واتحسن هنا أحيانا وده اللي أنا بقوله لي الحقائق والعبس بشخصنا فيه يعني حسب أطراف القضايا لو لكني حد اللي عنده نفوس جوه يحرك لك الأمور في اتجاه جوه في اتحاد الكرة وده اللي بيحصل أما يجي الاتحاد الدولي يسألك في قضية بيه اللعب ونادي حسب الرد اللي بيقوله اتحاد الكرة للمحكمة الدولية بيتحكم مش بالحقيقة يعني أنت لو حصل لعبة في عقد اللعيب وانت قلت لأ عقده سليم واللعيم تجاوز في حق النادي بيحكم ضده أي والعكس أي كل الحاجات دي لو تزبطت ورعينا ضبرنا واتحكمت بقالية شفافة جدا يعني أنا لعيب أمره مطروح على اتحاد الدول لن تخطر جميع الأطراف والمحمد الحاضر والمحمد الحاضر وهو أساس التحكم كده طرف من كل يمثل كل طرف يمثله محكم يعني احنا استدعينا في قضية الكابتن عسام الحاضري وروح أنا في الاتحاد الدولي من النادي الأهلي سبقني كابتن أستاذ خالي المرتدي قالوله احنا عايزين فلان فلان اللي نسمعه في الوقاع بتاعت لا النادي سيون قالوا عادنا مع فلان الفلان وبيستشهدوا بي فكان لازم أروح أقول شهاد وفي الآخر بعد ما قالوا لي ما تتكلمش المحمد حتكلم في الآخر الراجل قال أنا عايز أسمع الراجل اللي بيستشهدوا بيه ده ربك فتح علي باللغة ولقيتني بعمل مرافعة وانتهى الأمر الحمد لله الأهلي سبق حقه أي طب لو ما فيش ممثلين للنادي الأهلي ممكن اللي اتقال خلص طرف واحد باللي بتكلم والعكس لو الأهلي حاضره ما فيش حد عن نادي سيون أو عن الكابتن عصام نفس القصة إذن هي مدة الست شهور الأخيرة من عادة أي لعب من حقه يتفاوض يتفاوض بشار يختر يختر يقولهم أنا خلاص حتفاوض لو ما أخترش أنا بتكلم إنك إنت لو حصل كده إنت فجرت وقت اللبس فيبتدي النادي يستشعر هو إيه اللي حصل النادي مش في التفاصيل دي نادي ما كانتش أو لو مش في التفاصيل عارف بقى لو النادي في التفاصيل دي مش من حق وكل ها لأن أنا قلت لك اخترتيني رسمي وقلت لك إن أنا رائع من نادي الفرس لا وقلت لك خلاص أنا مضيت في الحتة الفنينية عايز تلعبني لعبني لعبني مش عايز تلعبني ممكن تقولي طب خلاص انت بقى ها شكرا من دلوقتي عشان ما تخشش تفجر لي قط الليس في حقوق حقوق اللاعب حقوق للنادي ما هو في نادي تاني انت مضيت له ويحتكمل يحترجع في كلامك ما هو برضو في نادي تاني تاي فالمواضيع إن مشت لأحيا صح بتخرص صح طب بق اللي أنا بقولولك ده على أي نموذج انت عايزه مش نموذج بعيني إذا كان اللي حصل كده يبقى الحق هنا إذا ما كانش عصل كده يبقى الحق هنا خلصت الأمر واضح وبين والزميل محمد شبانة قال رأيه في جزئية عبدالله السعيد هو أنت من حقك الأهلي ياخد حقه ويطارب حقه ولا أنت بتقول إيه رد شبانة على التصرحات عبدالله السعيد أنا علشان ما يعني الكلمة اللي بتقل إن ده يبقى كبرى لده وده وكبرى لده مش عارف إيه فبتحط شروط لك الفيرس رفيوزل لك تعويض معين من النادي وبيبقى عقد ما قدرش أقول له لازم ترجعولي من غير موفة اللاعب إيه إذا مضى كطرف أو تقول لي أنا مش عارف لما نجحش معايا حسيبه وتدفع لي كذا مش هدفع لك بقية الإقصاط مثلا ينص على ده إذا ما كانش فيه اتفاق السلاسي ده اللعب مش ملتزم مش ملتزم ينفذ معاك هذا الكلام بس أنا بوضح كل العلاقات المحتملة مش في الواقع دي تاني أنا أتحدث لائحيا لاستقاضيا ولا أسقط على وقع أنا أتحدث لائحيا عايزين تزبطوا الدنيا امشوا باللوايح وبعدين عندما يحكم الأمر في المحاكم ننسحب ما ندليش بدلونا في أي وقع ما يصحش ما يصحش ومش بس ما يصحش عدم احترافي لأن أي كلمة هتقولها في وقع محددة انتش عارف مش عارف هتكون تنفع ولا تدور ولذلك أنا أتحدث في لوائح ولا أتحدث في وقاع اعملوا اللوايح تنضبط الأمور تنضبط الأمور تنضبط الأمور تنضبط الأمور